بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى أصحاب وأجمعين النهاردة حبيت أسلم عليكم حبيت أكلم معكم في موضوع مهم مع كوكو النهاردة مع الحلقة بتاعتنا نتكلم في موضوع مفيدة وموضوع مهم طبعا إحنا عرفين العصافير بتحب كاكا الخضروات بصفة أعمى كوكو عمالي عد النهاردة مش مزبوط ما عرفش اللي حصله زعلان كم أنه صحي من النوم ولا حاجز اي 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 زعلان عشان صحي من النوم بس بس يا كوكو صح هنا من النوم فهو مضيق عشان كده نحن نتكلم في موضوع مهم نحن نتكلم عن خضروات موجودة بكسرة في عصافير كتير بتحب الخضروات بصفة أعمى من قام الخضار الموجود الفترة اللي احنا موجودين فيها ديت الخاص موجود الفترة ديت بكسرة ما شاء الله من الحاجات الجميلة والورق بتاعه جميل والعصافير بتحبه بصفة أعمى وعرفين الخاص دوت ليه فواد كتير بالنسبة للعصافير الخاص طبعا غاني بنسبة الألياف اللي موجودة فيه فبيساعد العصافير في عماية الهضم وفي نسبة ألياف عالية وفي نسبة مية عالية الألياف والمية ديت تحيلوا العصافير من ناحية الهضم بصفة أعمى وتزبط لها موضوع الهضم ما يحصلش العصافير امساك ولا يحصل له انتفاق في بطنه ولا اي حاجة خلص الخاص فيه المواد بتساعد على الأكسادة الأكسادة والكلام ده كله بيساعد على المناعة بتاع العصافير تاعلى شوية معانا خاصة الفترة البرد اللي احنا فيها برضو الخاص دوت بيزود الخصوة بتاع العصافير بصفة أعمى الخصوة بتاع الزكور عشان نزود معدل الانتاج بتاعه وما يحصلش البيض يكون فيه راية ولا اي حاجة ويطلع البيض مفوش اي ولاد ولا اي حاجة خلص وبرضو مفيد بالنسبة للإيناس في عمية وضع البيض بيساعد العصفورة اللي هي تطعي البيض وكل حاجة برضو ما يحصلش احتباس للبيضة جوة العصفورة وليفايدة يعني ما شاء الله بيساعد في عمية التمدد بالتاع الراحم بتاع العصافير وهي بتنزل البيضة ما يحصلش فيها احتباس للبيضة ولا حاجة برضو الخاص ده وتغاني بالاملح المعدنية بصفة عامة سواء كالسام سواء بوسيت سواء بوتاسيام الاملح دي كلها مفيدة للعصفير في فترة تغيير الجو عشان بتزود المناعة برضو بتاعت العصفير يعمو كوكو انت زعال ليه مدائل ايه عض فيها ليه تجعني عاو استكل ولا زعان عشان نصحت من النوم ألا 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 خالص كوكو عاد شارس فيها الفترة ديت ما عرفش ليه هشوف هلا نرجع للخاص الخاص لما نحب نقدمه العصفير ما نفعش نقدمه بزيادة عن اللزوم وفي نفس الوقت ما نفعش نخلي فترات طويلة فممكن نقدمه مرة كل عشرة ايام وياريت يعني يكون بين الوجبات يعني ما نحطهش العصفور شابعان اوي فيسيبه فيتبل ونحطه العصفور جعان اوي فياكل منه زيادة عن اللزوم ونحط ورقة الخاص نعلقها في القفص مرة كل عشرة ايام افرد واحد تانية حط الخاص كتير للعصفير او حطه كل يوم يحصل العصفير اسهال ممكن العصفور هتحسك ده بدن شوية يحصل له انتفاخ عشان كما ما يمشيه حب موضوع مش محبه زيح نحط ايه خاص يوميا بالنسبة للعصفير بس وشكرا لكم نلعب مع كوكو شوية هده كوكو هو موجود اوعا ايه ده ايه ده خالص ايه ده خالص خلاص يعم خلاص اسمع الكلام بقى بس 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 بس